موسيقى بسم الاب والابنة والروح القدس الاله الواحد امين برنامجنا تأملات في صلاة او مزامير صلاة باكر احنا في المزمور الرابع مزمور جميل بيقول اذا دعوت استجبت لي يا اله بري في الشدة فرقت عني تراغف علي يا رب واسمع صلاة يا بني البشر حتى متى تسقل قلوبكم اعلموا لماذا تحبون الباطل وتبتغون الكذب اعلموا ان الرب قد جعل قدوس عجبا الرب يستجيب لي اذا ما صرخت لي اغضبوا ولا تخطؤوا الذي تقولونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم اذبحوا زبحت البر وتأكلوا عن الرب كثيرون يقولون من يرينا الخيرات قد اضاء علينا رب نرواكهك يا رب اعطيت سرورا لقلبي اوفا الذين كسرت حنتتهم وخمرهم وزيتهم فبالسلام اتجع ايضا وانام هالليلو ياه في المزمور ده داود النبي بيقول انه هو يا ربي لما دعوك يا ربي استجيبني بسرعة فيها نوع من الطلب لله انه عايز الله يستجيبه وفيها برضو ايمان ان الله يستجيبه يعني فاذا دعوت استجيبت لي يا اله بري لما يقول اله بري عايز يقول ان الله بار وبيسندني في البر خصوصا لما كون انا بطلب من اجل حاجة كويسة اذا دعوت استجيبت لي اله بري في الشدة هتفرج عني في الشدة فرجت عني تراقف علي يا رب واسمع صلاتي تراقف علي يا رب واسمع صلاتي وبعدين يقول يا بني البشر حتى متى تسقل قلوبكم بيلوم الناس اللي حواليه داود النبي تعرض لأوقات صعبة من ضمن مثلا خيانة ابنه ابشلوم والرؤساء والمحبين والأصدقاء بتوعه اللي وقفوا مع ابشلوم فيقول لهم حتى متى تحبون الايه يا بني البشر حتى متى تسقل قلوبكم ليه بتحب الباطل يا بني البشر حتى متى تسقل قلوبكم وهنا هو تقول لهم ايه حتى متى تسقل قلوبكم لماذا تحبون الباطل بينصحه ليه ليه بتحبه الغلط والشر بيتأوه من الناس اللي بتحب الشر او حد فينا يكون ينبسط بالشر ولا يحب الاشرار ولا يقول دي جدعانة ولا حاجة كويسة الشر شر لازم واحد يبقى امين بينه وبين نفسه في معاملاته مع الكل لماذا تحبون الباطل وتبتهون الكذب والسائل اعلموا ان الرب قد جعل قدوسه عجبا قد جعل قدوسه عجبا قدوسه طبعا ده المسيح قدوسه ده اللي بقى عجبا وكل من يتبع المسيح ويصير زي يماشي في حياة القداسة يكون عجبا روخر هيخليه عجبا الرب قد جعل قدوسه عجبا اللي يماشي في حياة القداسة الرب قد جعل قدوسه عجبا وبعد يقول الرب يستجيب لي اذا ما صرخت اليه هيستجيب لي لان هنا خلي بالكم هو في دوره على البر والقداسة فلازم هيستجيب له طلبت الاشرار وصلتهم وكرها للرب لكن الابرار لما يصلوا تلبت الابرار تقدر كثيرا في فعلها ازاي اقف واطلب من ربنا وانا ادية فيها شر او فيها حاجة وحشة مفروض اخسي الادية من الشر الاول اخسي الادية بالنقاة واعطف مسبحك يا رب قد يكون واحد في معاملات خاطئة او ظلم الحد ويقف ويصلي طب ما ازاي لا وانا واقف عشان اصلي اقرر اعطف الحل والتو ان انا اكف عن هذا الشر وعا هذا الظلم ظلمت فلانا صلحه اسمحه ادي له حقه وهكذا فايه لماذا تحبون الايه لازم ماذا تحبون الباطل زي ما قلنا هنا هو تبتغون الكذب اعلموا ان الرب قد جعل قدوسه عجبا الرب يستجيب لي اذا ما صارخت اليه اغضبه يعني اغضب ولا تخطؤ دي ساعة بنفهمها غلط مش معنى كلمة اغضب ولا تخطؤ ان انا هغضب بقى غربان بس في نفس الوقت ما غلطش يقول بل انا ما غلطش لا ما يقصدش كده لان اللي بيغضب غضب الانسان لا يصنع بر الله امال يعني ايه اغضبه يعني حتى لو زعلت من حد وبقى الزعلان ومتدايق معلش شي تعالى لروحك وخليك كده ايه اتدايقت شوية بس ما تغلطش اغضب ولا تقولك فلان غضبان غضبان يعني زعلان يعني غضبان من كذا زعلان من كذا فاغضبه ولا تخطؤه بمعنى كده اغضبه ولا تخطؤه الذي تقولون في قلوبكم يعني افرد انا غلطت غلطة على فلان او فكرت فكري وحش على فلان ده في قلبي ما اطلعش ما عملتش حاجة واقشة لسه بالفعل لكن في قلبي الذي تقولون في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم هي وقفة الصلاة بس مش تلباط ده نبندم فيها وقدم توبة سمحني يا رب على افكاري نحية فلان اذا كان في فكرة وحشة سمحني يا رب على كل حاجة انا وحشة ادنست بيها في فكري في قلبي اغضب ولا تخطؤه الذي تقولون في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم عشان كده المضجع مهم جدا المضجع ده اللي هي الوقفة الهدية اللي مع ربنا في الصلاة اللي فيها فاسترجع واشوف علاقتي بالله وايه الشوائب اللي ايه اللي جات كده ولخبطت العلاقة دي فابتدي ان انا اندم عليها في مضاجعكم هتقول انا بسلي في المتر وبسلي ومجغل وبسلي مش عارفين كويس حلو ده انت بتذكر ربنا لكن قعدت المخدع دي حاجة تانية اغضب ولا تخطؤ والذي يتقلون في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم اندموا عليه فين في مضاجع اصبحوا زبحت البر ايه زبحت البر دي البر اللي هو الصلاح والحب والمحبة والخير دي زبيحة تعتبر زبيحة لما عملها يبقى المضوع من الصلاة وبس اكون بصلي بس سلوكي سلوك تاني خالص وحش لا يبقى ايه اللي تقولوه في قلوبكم لازم قلبك يبقى نقي تحاول تنقي قلبك وتندم وتقدم توبة قلوب كلبكم يندموا عليه في مضاجعهم اصبحوا زبحت البر وتوكلوا على الرب اتكلوا على الرب انا مش على فهمك وعلى شرك وعلى شطرتك ولا حاجة وحشة زي كده بعد كده يقول كثيرون يقولون من يرينا الخيرات قد اضاء علينا يا رب نرواكك اهو الخريج كده بقى الله يضيء علينا نرواكه فلما يضيء علينا يعني يرضي علينا يضيء عليك نرواكهك يعني يرضى عليك ولما يرضى عليك تشوف خير في عمرك وفي حياتك اعطيت سرورا لقلبي جميل جدا ان السرور يدخل قلبي سرورا لقلبي اوفم اللذين كسرت حنتتهم الاشرار عايزين يكنزوا هدفهم يجمعوا با اي طريقة شر خير بعد عنوك لا هما ايه مهم يوصلوا للا ايه لمبتغاهم مبتغاهم هو انه هما يكنزوا لهم كنوز وطبعا لانهم اشرار فبا ايه استعملوا الشر لكن الله يعطيه سرور القلبي اوفر من الذين السرور ده اكتر من الذين كسرت حنتتهم وخمرهم وزيتهم دي الخيرات بتاعة الزمن دوت فبالسلام اطجا ايضا وانام يكلم عن السلام اللي هياخده لانه عايش مع ربنا فبالسلام اطجا ايضا وانام لانك انت يا رب وحدك انت وحدك يا رب انت وحدك لتقدر على كده ايه فقا انت وحدك اسكنتاني على الرجاء انت لاتخليني انام مطمئن وكلمة اسكنتاني على الرجاء دي فيها تلميح شوية باني اسكنتاني على الرجاء يعني لما تنتهي حياتي على الارض هيبقى لي رجاء تاني في المجد اللي فوق في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة ملئان لاباد الاباد كلها امين